جيش روسيا حلفها الوحيد كلمات شكلت جزءاً من العقيدة الروسية لعقود لكن قلة من الروس أنفسهم توقعوا أن يتحول الغذاء الذي اعتبر أحد أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي إلى سلاح قد يحقق ما عجزت عنه ترسانتها العسكرية إن اتفق الفرقاء على ضرورة تجنب حرب عالمية ثالثة لا ينفي الخبراء أن الحرب الاقتصادية تواقع بل هي أيضاً عالمية وحده الاستغناء عن الطاقة الروسية ولد انقساماً كبيراً في أوروبا إلا أن الغرب الآن يخشى تحول القمح إلى ورقة ضغط بيد موسكو تستخدم لتقسيم المجتمع الدولي خاصة الدول النامية التي يشكل الغذاء أهم عامل استقرار فيها بوتين ينفي التهم ويؤكد أن عملاء روسيا سيتحصلون على طلبياتهم وفي الوقت المحدد أما قمح أوكرانيا فهو لا يعارض تصديره علناً بل يعرض توفير الأمن لسفن النقل ضمانات أرفقها الرئيس الروسي بشروط إلغاء العقوبات التي تعرقل حركة التصدير وإزالة كييف الألغام البحرية إلا أن وزير خارجيته سيرجي لافروف قال صراحة إن بلاده لن تسمح لواشنطن بوضع يدها على القمح الأوكراني أما إزالة كييف للألغام فهي مهمة وصفتها بالمستحيلة بعد أن أفقدتها الحرب لبحريتها وضع المزارعين لا يقل سوءاً أزمة وقود في عز موسم الحصاد ومخازن القمح ممتلئة أو دمرتها المعارك على النقيد مخازن القمح في الدول النامية تشك على النفاذ والحكومات ستسعى للحصول على الغذاء بدون مراعاة مصدره وبحكم الواقع روسيا الوحيدة القادرة على الاستجابة في غياب القمح الأوكراني واشنطن وحلفاؤها يراقبون باهتمام موقف الدول النامية الذي لم يكن قوياً منذ البداية ضد روسيا والآن يظهر تحدي جديد يصعب على الدول النامية الصمود أمامه